المورد الرابع العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك الملك الأشرف إسماعيل بن العباس الغساني المتوفي في سنة 803 في ذكر خلافة المستعصم سنة 56 656 هجري قال الغساني صاحب العسجد المسبوك قال في هذه السنة توفي الوزير مؤيد الدين محمد بن محمد بن العلقمي البغدادي الرافضي لاحظ أنا أذكر هذه للحاجة إليها وأيضا عن قصد للتأكيد عليها حتى نعرف نفس وتوجه الكاتب وكان عالما يقول هذا صاحب العسجد المسبوك هذا الغساني يقول عن ابن العلقمي وكان عالما فاضلا أديبا حسن المحاضرة دمث الأخلاق كريم الطباع خير النفس كارها للظلم خبيرا بتدبير الملك أين هذا ابن العلقمي ونزالة ابن العلقمي وعدالة ابن العلقمي وجرم الدواعش والتيمية وابن تيمية وأمة التيمية هذه شهادة من أعدائه يقول لم يباشر قلع بيت ولا استيصال مال اشتغل بالنحو وعلم الأدب في شبيبته في الحلة على عميد الرؤساء بن أيوب ثم قدم بغداد وقرأ على أبي البقى عبد الله بن الحسين العكبري ثم انضم إلى خاله أستاذ دار الخلافة عضد الدين أبي نصر المبارك بن الضحاك وكان خاله شيخ الدولة فضلا وعلمة ورئاسة وتجربة فتخلق بن العلقم بأخلاقه وتأدب بآدابه واستنابه في دوان الأبنية وشغله بعلم الإنشاء إلى أن توفي خاله فانقطع ولزم داره واستمر شمس الدين أبو الأزهر أحمد بن الناقد أستاذ الدار فاستدعى مؤيد الدين إلى دار التشريفات إذن لما مات خاله لم يكن متزلفا ومتملقا كأمة التيمية وإنما انقطع ولزم داره لكن يقول واستمر شمس الدين أبو الأزهر أحمد بن الناقد أستاذ الدار فاستدعى مؤيد الدين إلى دار التشريفات واستدعى أو فاستدعى مؤيد الدين إلى دار التشريفات وأمره بالتردد إليها في كل يوم ومشاركة النواب بها فلما نقل أستاذ دار أستاذ الدار أحمد بن الناقد إلى الوزارة نقل مؤيد الدين أي ابن العلقمي إلى استاذية الدار فكان على ذلك إلى أن توفي الوزير أحمد بن الناقد فانتقل مؤيد الدين إلى الوزارة ولم يزل على ذلك إلى أن انقضت الدولة العباسية وأقر في الدولة التترية على الوزارة ترجمة نانسي قنقر